موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية الثامنة والتسعين من صورة المائدة اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم هذه الآية تؤكد تلك التشريعات الآنفة وتحث الناس على اتباعها وتهدد المخالفين والعاصين فتقول اعلموا أن الله شديد العقاب شديد العقاب للعصات لمن يتمرد على الله للذين يبنون مجدهم على أنقاض الآخرين للذين يبنون غناهم على إفقار الآخرين للذين يبنون عزهم على إذلال الآخرين هؤلاء الذين يحبون أن يعيشوا وحدهم وأن يأكلوا وحدهم ومن بعدهم الطوفان لذا قبل أن تستعلي قبل أن تجمح قبل أن تقصوا قبل أن تحتقر الآخرين قبل أن تنسى أن لهذا الإنسان إلها سيحاسبك اعلم أن علامة عقل الإنسان خوفه من الله ورأس الحكمة مخافة الله وأن الله غفور رحيم غفور رحيم لمن يطيعه لهذا الذي أناب إليه وآمن به واستقام على أمره وأحبه وخدم عباده وبنى حياته على العطاء وأعطى من وقته ومن ماله ومن خبرته الشيء الكثير فذلك هو الخط الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه في حياته في موقفه من ربه من موقع إرادته واختياره فيما يتحمله من مسؤولية نفسه ومصيره إن الخير بيد الله والتأديب بيد الله فإما أن تصلح للإكرام أو أن تصلح للتأديب الأمر بيدك والكرة في ملعبك وأنت مخير إما أن تكون أهلاً لإكرام الله وإما أن تكون مستحقاً لعقاب الله لقد قرن سبحانه العذاب بالرحمة والمغفرة ليكون العبد خائفاً من نقمته راجياً لرحمته لأنه إذا خاف ابتعد عن المعصية وإذا رجى اجتهد في الطاعة وذكر سبحانه أنه شديد العقاب ثم عقب بوصف الرحمة والمغفرة وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والإيجاد كان لأجل الرحمة والظاهر أن الختم لا يكون إلا على الرحمة وفيه إشارة أيضاً إلى أن عقاب الله عقابه الشديد يمكن إطفاؤه بماء التوبة والدخول في رحمة الله وغفرانه ومرة أخرى مرة أخرى تؤكر الآية على أن الناس هم المسؤولون عن أعمالهم وأن النبي مسؤول عن تبليغ الرسالة لغير فتقول في الآية التاسعة والتسعين ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أما الرسول فليست مهمته إلا البلاغ الواضح الذي لا يترك هناك شبهة ولا مشكلة في المعرفة لأي إنسان ليقيم الحجة على الناس من قبل الله ليتحمل كل إنسان مسؤوليته ما على الرسول إلا البلاغ ولا يطلب منه أكثر من ذلك حيث لا عذرة بعد البلاغ لمن أهمل وفرط أما الحساب والعقاب فعلى الله وحده فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ونستوحي من ذلك أنه لا مسؤولية للرسول إلا إبلاغ الرسالة الله مما أوحى به الله إليه وما كلفه بيانه وليست له مسؤولية في عملية التكوين بإدارة الكون كما يعتقده بعض الذين يعتقدون بأن الله منحه الولاية على التصرف بالكون بتدبيره وتغييره مما استقل الله به حتى أن الملائكة لا يملكون ذلك إلا من حيث الوظيفة التنفيذية حسب التعاليم التي حددها الله لهم في القيام ببعض الأعمال والله يعلم ما تبدون من الأقوال والأفعال وما تكتمون هذا تهديد لمن يسقط عن الحق وبالأولى لمن يتاجر به مستتراً باسم الدين والوطنية واعلم أيها الإنسان أن الله حينما خلقك منحك حرية الإختيار والنبي الكريم يبين والداعية يبين والعالم يبين والناصح يبين وأنت حر إما أن تأخذ بهذه النصيحة أو لا تأخذ بها قد تظهر أمام الناس بمظهر رائع من الطقى والصلاح يعني يوم الجمعة ترتدي ثياباً بيضاء تتعطر عطراً فواحاً تحمل صبحة تغتسل بشكل جيد تتألق يظن أنك ولي لكن أين أمضيت صهرة البارحة؟ ماذا كنت تفعل في البيت؟ أنت أبديت الصلاحة يوم الجمعة لكن الله يعلم ما أخفيته عن الناس لذلك علامة إخلاصك أن تكون سريرتك كعلانيتك باطنك كظاهرك خلوتك كجلوتك علامة إخلاصك أن لا تعيش الإزدواجية بل ما في قلبك على لسانك وما تنطق به تعتقده وما تعتقده تنطق به ثم صرح سبحانه بعد ذلك صرح بأنه لا يستوي عنده الخبيث والطيب فقال تعالى في الآية المئة الأولى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون في هذه الآية يضع الله سبحانه قاعدة كلية عامة ورئيسية في عبارة قصيرة شاملة يخاطب بها رسوله الكريم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لأن الكثرة لا تعبر عن طبيعة الشيء في ذاته بل هي تعبير عن حجمه ومن الطبيعي أن القيمة للشيء تنطلق من الخصائص الذاتية لا من الحجم الخاص به لأن تلك الخصائص هي التي تميز عمق المضمون والقوة فيه بينما يمثل الكم حجم الشكل والمساحة هناك شيء طيب تطيب به النفس وشيء خبيث تخبث به النفس فالطيب طيب ولو كان قليلا والخبيث يبقى خبيثا ولو كان كثيرا ولهذا أكد القرآن على مواجهة الكثرة في واقع الحياة فانتهى إلى نتيجة حاسمة تقرر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم فاسقون وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقليل من عبادي الشكور وقد جاءت هذه الآية لتثير أمام الإنسان بعضا من مفردات هذا المنهج فهناك مفهوم الخبيث ومفهوم الطيب فيما يتمثلان به في حركة الواقع في الأشخاص والأشياء والعلاقات فهناك إنسان خبيث في نواياه السيئة وفي كلماته الحاقدة وأفعاله الشريرة وهناك إنسان طيب في دوافعه وأفكاره الحسنة وفي أقواله النافعة وفي ممارساته الخيرة وهناك الطعام الطيب والخبيث في مذاقه وفي تأثيراته وهناك الأرض الطيبة والخبيثة فيما ينبت فيها وما يتمثل فيها من حالة الخصب والجدب وهذا ما نستفيده من قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل حلال طيب وكل حرام خبيث والله ينظر إلى الأشخاص والأشياء ينظر من خلال ما فيها من عوامل الخير فيرفض ما كان فيها بعيداً عن الخير ويرضى عما كان قريباً منه وتبقى للطيب في نطاق ذلك قيمته ومكانته وتظل للخبيث وضاعته وحقارته والعاقل لا يستوي لديه الخبيث والطيب وإن كثر ماله واتسع جاهه لأن الجاه والمال لا يجعلان الخبيث طيباً ولا الفقر وخمول الذكر يجعلان الطيب خبيثاً والرسل الخبيث في مقياس الدين من عصى أحكام الله في كتابه وسنة نبيه والخبيث في عرف الناس من يخافون من شره ولا يأمنونه على أمر من أمورهم ولا يصدقونه في قول أو فعل ومن كانت هذه صفاته فهو خبيث عند الله أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف الإيمان أن يأمنك الناس وأشرف الإسلام أن يسلم الناس من لسانك ويدك وأشرف الهجرة أن تهجر السيئات وأشرف الجهاد أن تقتل وتعقر فرسك أما الطيب فعلى عكس الخبيث في جميع أوصافه ونقمن الحديث لضيق الوقت في الحلقة القادمة بإذنه تعالى نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة